موسيقى سهل الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنتسات حلقة النهاردة هيكون فيها فقرات كثير حلوة جدا هنتعرف النهاردة على أخبار الفنانين والأعمال الفنية في فقرة الأخبار أما فقرة لآخر التاتر النهاردة هيكون معانا فيها مكير وسباشل إفاكتس أكسبيرت كبير جدا ومهم جدا في عالم الفن أما بقى فقرتنا الأساسية فقرة أنتسات هيكون معانا لقاء مع واحد من نجومنا لقاء مليئ بالضحك والهزار فقرة ووتشت بقى النهاردة هنرشح لكم فيها مساوسة لسه بتعارض حاليا على قناة من قنوات الشركة المتحدة وموجود كمان على منصة ووتشت يلا بينا 6 مليون جنيه هي إرادات فيلم شماريخ وده بعد أسبوع واحد بس من بداية عرض الفيلم في كل سينمات مصر الفيلم من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل والراحل مصطفى درويش الفيلم من إخراج وتأليف عمر سلامة كاميرا أنسات حضرت العرض الخاص للفيلم تعرفنا كمان من نجومه على تجربة مشاركتهم في الفيلم قصة لما عمر سلامة حكاها لي صراحة حكا لي قصة حلوة جدا عجباني جدا والقصة ماينفعش غير أنت تقول إن هو القصة دي جات في تماغي إن هو أزلك اسمه شماريخ وهو صراحة حتى لما توغل بقى في الأحداث والقصة والشخصيات والحاجات دي كلها بعد كده لقينا إن الاسم برضو هو شماريخ هو أنسب حاجة تسمى بيها الفيلم طبعا كان في أعلى إن هو هل الفيلم هيتاخد شماريخ أصي هتفكر أوي حاجة هتفكر فيها بس ما قلناش من دا لأن إحنا عارفين إحنا بنعمل حاجة تانية خالص وعجبني فكرة الناس اللي بتكر حاجة وتكتشف إن هو حاجة تانية خالص يمكن اللي عجبني في شخصية رقوف إن هو الراجل دا عايز التطهر بس هو الراجل قتال قتلة دا فرق كبير قوي بينه وبينه بس بنفس الوقت الراجل عايز التطهر من الوحش عايز يبقى أحسن صاحب المقام فيلمه مهمة جدا وأنا بحبه قوي لكن أنا كنت في كومة معظم الفيلم فأنا ما كانش عندي فرصة قوي أن أنا أمثل معي بس طبعا المرات دي فيه تمثيل كتير جدا ومشاهد كتير قوي وكصص كتير قوي بتحسن ما بيني وما بيني إصابات لأ تقريبا قسرت طاب مرة بس الحمد لله أن أنا ما تصابتش بس كان فيه صعوبات لأ كان فيه صعوبات طول الوقت يعني كل لوكيشن كان بيبقى أصعب من اللي عاب له كنت كل ما حس إن أنا خلاص دا أصعب حاجة بقى يعني عمر ما ينفعش إن هو يودينا في حتة أوحش من كده يفاجئني ويقوم حتتني في حاجة أصعب من كده بس على فكرة أنا بقول كده وأنا بدحك دلوقتي يعني أنا مبسوطة جدا أنا بلعب دور فارس أنا طالعي أخوة أسر ياسين شخصية الناس ممكن تقول عليه الشرير بس أنا شايف إن هو الراجل بيحاول يوصل لحقه وهيعمل كده بأي طريقة إحنا بقى لنا سنة ونص بنمثل في الفيلم ده وجلنا تعيبنا وأستاذ عمر سلامة تعيب بطالع بشخصية اسمها سماح ليه علاقة كبيرة قوية بأستاذ أسر ياسين إحنا آه بنصور من شهر تسعة الفين اتنين وعشرين لأ مصطفى كان متوكل ومشهدين لسه وإحنا كان عندنا تحدي كده يعني عايزين نحافظ على كل الشغل بتاعه أسر وقمينا يعني الصراحة من الممثلين اللي يعرفوا يعملوا أي حاجة ده بلاس إن هم مناسبين جدا للشخصيات دي أسر بيتكلم مع عمر من سنين من ساعة ما عاملوا زي النهاردة من خمستاشر سنة على فيلم شبه ده يعني كان فيه فيلم تاني مكتوب باسم تاني التشابه بينهم اللوج لاين يعني فيلم تطور وضغير جامد جدا أسر هو اللي مسمي الفيلم بالمناسبة عن تسمية شامريخ دي من أسر ياسين الكاتب ورواي أحمد مراد أعلن لكاميرا آنسات عن تحضرات فيلمه الجزيز صيد الغزلان كمان نكلم معين عن تحضرات الجزء الثالث لفيلم الفيل الأزرق وحكلنا كمان عن تجربته في تأزيم البرامج من خلال برنامج بيت مراد اللي بتعرض على شاشة قناة آن خلونا نشوف لما قابلنا أحمد مراد قال لنا أي أكبر مغامر خطها في حياتي بعد الكتابة هي أني أخنع بنتي لأن الطريق الوحيد عشان تعيش ألف حياة أنها تقرى كتاب أنت عمر كاريت يا عربي؟ نعم أهم أفلام هون يبطلع من ألف ليلة وليلة فهو دايما بيقول لك أن أنت لازم تجيب فلوس وانت نايم أنا نفس جيب فلوس وانا نايم أنا سعيد جدا من تجربة بصراحة حسنة هي عمل التلامس ما بين الأجيال بشكل سليم وعمل التعلاقة ما بين الأب وبنته اللي هي نقطة التواصل مفقودة شوية إزاي نقدر نتحدى كل الألوان الجميلة اللي موجودة في السوشيال ميديا مش عشان إحنا بنكراها عشان بس يبقى في سبيس نقدر نقرأ وبعد ما تبقى المعارفة كده بس تبقى معارفة كده تبقى فيها عمق معين فمحتاجة نقاش محتاجة تستوي فبصراحة ردود الأفعال كانت مزهلة بالنسبالي وأنا مبسوط أن هي خادت سوكسي هي تستحقوا لأنها أول صاحبة الفكرة فكرة أنها تعمل ريفيو كوتوب تحط الموبايل وتصوروا إحنا عدين على الصفرة بتاع فهي يعني فاخد ده نتيجة لشغلها هي بصراحة أنا انضميت على العمل كده يكون برسي لا 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 ليه منحب نخاف اللي جابها موجودة في الكتاب ده عجبني فكرة اللي هو الحد الصحة في الوقت الغلط كل القصص العالمية طلعت غالباً من مصر المصر ستلغز لأن انتهيت من الكتابة بتاعته الفيل الأزرق في مرحلة التحضير الحاجات دي بتاخد وقته ودزايم كبير قوي لأنها مكلفة فادحة فبتحتاج وقت وأعتقد الناس زي من متبقى مدخيل يلا إيما هتعرض على أنه موجود وجاهز لا الحاجات طبعاً لازم تعمل صحة عشان الناس تمبسط فيلم شمس الزناسي اللي قصر الدنيا سنة 91 للزعيم عاد الإمام هيتعامل مرة تانية بنفس الاسم بس المراضي هيكون من بطولة ابنه الفنان محمد إمام المخرج عمر سلامة نزل بوست على انستجرام مع صورة لكلكات الفيلم وكتب تحتها انتظروا أطخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله دعوتكم الفيلم من بطولة محمد إمام أمينة خليل عمر عبد الجليل أحمد داشة طه الدسوقي أحمد خالد صالح ومصطفى غريب فيلم شمس الزناسي من سيناريو حوار محمد الدباح ومن إخراج عمر سلام المغنية الفلسطينية ألتشي لي يا أليانا هتشارك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة واللي هيقام يوم الخميس 14 ديسمبر تحت شعار سينما من أجل الإنسانية المهرجان هيقدم قسم خاص بعنوان نافذة على فلسطين واللي هيعرض مجموعة من أهم الأفلام اللي بتتكلم عن القضية الفلسطينية طبعا ده بيأكد التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني الماكياج هو فن من فنون صناعة السينما والدراما أعمال كتير جدا نجحت بسبب الماكير أو الـ Special Effects Expert اللي اشتغل مع نجومها عشان يقدر ان هو يحول شكلهم للشكل اللي بيكون مكتوب في السيناريو ضفنا النهاردة في فقرة الأخر التتر هو مش بس ماكير لا هو فنان وأستاذ في شغلانته تعالوا نتعرف مع بعض أكتر على الأستاذ محمد عبد الحميد في فقرة الأخر التتر هذا الشغل ما أنا صغير جدا سنة 78 كنت بشغل مع الأستاذ محمد عشوب بالمكير العظيم اللي هو تقريبا أي حاجة أنا إذا كان ليه تكريم في الدنيا هو بعد ربنا سبب فيها اشتغلت مسلسل كان اسمه أبو عبادة بن الجراح مسلسل تاريخي والمسلسلات التاريخي دي صعبة جدا 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 وأكتر حاجة تعلم فن المكياش بسبب العولمة اللي حصلت إنه بقى فيه سهولة في التعليم إحنا زمان كان صعب إنه عشان تجيبي كتاب ولا حد يساعدك بمجلة ولا بتاعه ده أنت صعب دلوقتي إنت بيدوسي على الظرار بتجيبي كل اللي نفسك فيه الترتيب بيمشي كالقادي في حالتين إما إن أنا باخد العمل كعمل على بعض أو باخد جزء منه اللي هو يخص الاسبيشال إفكت أو يخص حاجة معينة شغل شعري مثلا دوون شنبات بروكات أو بعمل اسبيشال إفكت زي اللي إحنا بنعملها كده أو تجبير وتصغير حد كل ده ده جزء جزء تاني إن أنا باخد العمل على بعضه فبضطر إن أنا أخد السيناريو وأرى كويس وابتدي أفرغ فيه بالإضافة إن دلوقتي كمان لما بكون حاجات صعبة بقى فيه في الاسبيشال إفكت بقى بتاعت في المونتاج وبقى فيه حاجات تعدل تساعة الشمل أما يجي يزبط ألوان أما يجي يعمل بتاع ممكن يسيح أماكن مش عارفين يعملوا فيها إيه زي السي جي آي دلوقتي هو ده السهولة اللي أنا بقولك عليها الدنيا التطورت بحيث إن فيه أوقات إن تبقى بتيش محتاجة تعملي تعجيز كامل مثلا أصعب مكاج في الدنيا كلها بيسموه مكاج اللوكالايك ميجر اللي هو أنا أبدلك مكان واحد راجل بكل ملامح والمشكلة الأكبر إن الراجل ده يكون موجود في الدنيا يعني الناس شايفاها مش 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 هو مثلا في الخيال زي ألف الليلة والألف الليلة دي نقعد نلعب زي ما احنا عايزين ونفتي محانش عارف ده ناس في خيال لكن لو بتعملي شخصية مثلا زي السادات زي حسني مبارك زي الشخصيات ترغيبت الجماعة سيد قطب سابرين هي دي الحاجات الصعوبة نفترج جدلا مثلا إن أنا هعملك سعاد حسني فأنا باخد كدر ليك أنت كخلود وكدر نفس المقاس بالضبط سعاد حسني من نفس الزاوية من نفس التالي وحطوهم على ورق شفاف وروح حاطتهم على بعض واخد الزيادات اللي عند سعاد حسني أزودها عليك الزيادات دي في منها بيتعامل بالألوان وفي منها بيتعامل ببروستاتيك اللي هي التركيبات الصناعية دي اسمها بروستاتيك اللي إحنا بنعملها دي التركيبات الصناعية زيادات أنا معتز جدا بشخصية سيد قطب في الجماعة شريف مويه خدت عليه جايزة في فيلم اسمه هستيريا إخراجوا أستاذ عاد الأديب وبطولة شريف مونيرو يعني وموصلين تانيين كتير عملت واحدة ست في فقرة أنسات ضفنا النهاردة هو فنان متعدد المواهب ممثل مغني نفذ أكتر من فكرة لكذا إعلان وابتدى تمثيل سنة 2010 في فيلم نور عيني ومثل بعدها في أعمال تاني كتير كان أشهر دور لي دور رزيزه في المسلسل اللي قصر الدنيا مسلسل نيتوش ضفنا النهاردة هو الفنان حسن أبو الروس تعالوا نشوف لما قابلناه في فقرة أنسات قال لنا إيه يا حسن إيه الأخبار؟ ساعم ساعم أخبارك إيه؟ كله تماما دايماً يقول لك آآ بنلف العالم كله وبرضو منرجع لمصر أم الدنيا؟ لا لا أو فيش أي حتة في العالم أصلاً مع احترامي يعني كل العالم فيش أي حتة في الدنيا زي مصر فيها كمية الاختلافات في نفس البلد دي إحنا عندنا بحر وصحرة عندنا كالتشرز أو ثقافات آآ متعددة كتير جداً يعني أنت لو تروحي الإسعيد بورسعيد لقصر النوبة إسكندرية كل بلد من دي عدي بقى الحاجة وعشرين للمحافزة كل محافزة من دي ليها أكلها ليها لبسها ليها لهجتها فأقول لي بلد في الدنيا فيها الثراق والغنى شوفتي الثراق دي حي知ت حتتي لاو سيقسم ارو ليه كل يقص alkائد في الدنيا فيها كمية الاختلافات دي في نفس الوقت ان ہم معادي معا أن احد من السعيد عادي أو من أي محافزة تانية عادي في الآخر مصريين بس مختلفين وطريقة حلوة ده حقيقي مسلسل ريفو انت تظهرت فيه بشخصية مختلفة عن الشخصية اللي احنا متعوذين عليك بيها تكلمني عن نجاح المسلسل وكلمني عن نجاح الشخصية بتاعتك دايت وخدتونا لجوة تسانات يعني اتجعتونا كده لجوة تسانات تاني وجوة حلوية يمكن كان بقى لناك سيما شفناش عمل مختلف كده والله هو مسلسل ريفو بصراحة تجربة وعلى قد ما هي كتت قاسية بالنسبة لنا شخصيا لان انا كنت تطالع فيه بشخصيتين ان الشخصية اللي بلعبها شخصية ابوزها تحول دو تهمية 60 درجة من الالاتي اللي بيلعب مزيكة في الكباريهات وكده لشخص متداهم متطرف وشيخ جامع كمان فانا بزلت موجود جامع جدا وروح تعدت مع الشيوخ يعني في الأزهر لتعلم رفع الأذان وحاجات كثيرة يعني بزلت فيها مبهود جامع والحمد لله ان الناس صدقتوا وطلع بالشكل ده وده انا بالنسبة لي مهانيا يعني انقاني في حتة تانية لان قدرت أوري للناس وللمخرجين وللصنوع السينما والتلفزيون في مصر ان انا اقدر اكون مش وان داي منشل اكتر يعني ماكونش ممسل بيعمل حاجة واحدة ان انا طول عمري بعمل ده بس محدش واخد باله قبل ميت وشة انا عملت مسلسلات كثيرة جدا بس محدش خد باله مني وفيها ادوار على فكرة هادية وفيها ادوار يعني موظف بنك عادي وكده بس محدش كان بياخد باله قوي قبل ما تعرف بس ريفو ده يمكن اول دور بعد ما تعرفت ان انا امثل بي شخصية غير اللي الناس بتعودة على ايا فيها وكنت خايف جدا ان الناس متقبلش ده او تتريأ او حاجة حسنة عزاش εν دارو دوت القفة عاني شخصية هو صدد منها الكريم والناس مهمة يعني فى الصناعة عندنا طاذو يتدوا ياخد بالهم مني كممسل اكدر من مؤدي او مغني هل ترى انه غلط ان الممثل يحط نفسه يزنق نفسه في زاوية معينة في شخصية معينة؟ وانا كل واحد يبقى لي حتته لا بصي هو ممثل ده يعني يمثل اي دور مفروض يعني فعليك امسيك اي ممثل جامد رادية مبارجع الى استاذ العالمي احمد زاكي بصراحة هتلاقيه الى الواب كيف تفضل اوما هاهنك الجامعة الكريم بشي الى الواب هذا هو المرجع الى اي ممثل عايز يعرف ممثل هذا إلت هين volts تشوف وإن مخدر الواب غير معيني وسير غير حليم غير عبد الناصر intersect فسي لان طبعا ومنا بأستطيع اوصل الواب split يعني كمان آآ وكون بتلون كده. الحمد لله ريفو قدرت اعمل فيه حاجة كده. فأنتي بتقول لي غلط ان ممثل يزلق نفسه هو غلط بس العيب بش دايما بيبقى ممثل لان احنا برضو مهنتنا دي مع الاسف احنا في الاخر بيستنى يجينا ادوار. اكيد. آآ ممكن نقعد نرفض بقى نرفض نرفض الادوار اللي هي شبه بعض. عشان مستني حاجة معينة مختلفة انت عايز تعملها. ده اللي انا بحاول اعمله بس ده طبعا يعني انا ونصيبي بقى ممكن اعضارفود الحاجة ببش حاجة دي خالصة. بيبقى ايوا فاهمين. ممكن اعضارفود وزيجي لحاجة بس انا آآ انا عملت كده يعني. اخدت نصيحة دي كمان من استاذ كريمة عبدالعزيز. لان استاذ كريمة عبدالعزيز برضو هو آآ هو بيعمل ده. هو نصحك. هو نصحك قال لك حاجة ولا. اه. 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 هو انا سألته وانا سألته في معربان الكاهرة. آآ آآ معربان الكاهرة السينما اللي فات. طوله انت ازاي بقى? لو انت صغير عرفت ان انت برضو تقنع. بس خلي بالك الموضوع لازل تقنع الجمهور والمخرجين والمنتجين يعني تقنعيش جهة واحدة. تقديما هو عمل كل يعني يعمل كل الادور. كميدي تراجي دي. كريمة عبدالعزيز يمكن الولايالين قوي في الوطن عربي اللي قدر يقنع الجمهور والمخرجين والمنتجين وكل الناس ان هو يقدر يدحق يعمل اكشن يعمل دراما يعمل كل. بس انا سألته السؤال ده وانت عملتك ازاي? طبعا بغض النظر عن ان هو موهبة خطيرة طبعا وآآ ومبدع. طبعا. غير الموهبة هو آآ مهنيا انتده يرفض الحاجات اللي بتجيليش روها بعض. هم. وقال لي ما تخافش من الرفض. اذا ما عندك كوة الرفض. ده دي دي حاجة صعبة جدا. بحاول بيجيب الحالفة بتفكر ايلي ايه لشخصية او ايه دور انت حيب تلعبه ايه وبتفكر في او بتحلم به او بتحلم بيه حاجة تكون مختلفة عن شخصيتك الحقيقية. بس انا انا دائما يعني اما حد دلوقتي من صحابي مسلا الفنانين بيعمل فيلم طولة او بيعمل فيلم و او مخرج صاحبي او حاجة يكلمني يقول لك يا حسنًا عندي دور لائق عليك قوي. قولوا لا مش عايزه. انا مش عايزة اعمل حاجة لائق علي. عايزة اعمل حاجة عكسي. ده اللي انا نفسي عمله. يعني انا بقول لهم يا جماعة والنبي ما ايه وعندوك دور مش لائق علي قولولي. عشان اشتغل بقى عليه بدي بقى غير شكلي. غير طريق ماشي غير صوتي اغيرها. ده اللي انا نفسي عمله. عشان اوصل للطريقة اللي هي الزايبة زحمة زاكي عملها وشواني داب وناس كتيرة جداً بتعملها في العالم كله. يعني بس احنا ايقونتنا هنا في الموضوع ده واسه زحمة زاكي. فيلم البطة الصفرة انت كنت هتبدأ الفيلم دور ضيف شرف. فاجأة دور كبر. والموضوع كبر. اي بقى اللي حصل ويحكي لي الكواليس تحت الفيلم. لا او الفيلم ده بصراحة الكواليس فيه اي اي يعني فيلم او مسلسل او حاجة او مسرحية كواليسة بتبع حلوة. كل ما كواليسة كانت حلوة. كل ما ده ظهر للناس في الاداء بتاعي ممثلين. اكيد طيب. او والله يعني ميت وش ده مثلا كواليسه كانت احلى كواليسة الدنيا. عشان كده العمل بيطلع رهيب لان الناس كلها اصلاً اندامجة مع بعض. ده حقيقي. فعارفة تمثل مش مكسوفة من بعض مش خايفة من بعض بتبع. بطة الصفرة كده برضو كواليسه كانت تحفة. المستاذ آسان نصار المخرج العالمي. تحفة في الكواليس. ويعرف يفكر ممثل جداً ويعرف يخليه يقول ويبدع وطوتة وغد عادل. الناس دي كلها بجد جميلة جداً الشغلة معاها جميل جداً. فانا مشاهد دي كانت انا كنت جاي بس ضيف شرف عشان استاذ برضو رامي السكاري المنتج صاحبي جداً واخويا يعني. فقالت عادف شرف كده فاروح تضيف شرف لقيت الموضوع جابني بصراحة. انت كامل معي كون او مكمل معي كون او مكمل معي كون. فالدور بتده يسارسب اننا كده يكبر شوية يعني فبقى دور يعني. بس برضو لسه دور يعني نعتبر ضيف. بس هو كبر عادف شوية. وكمان انا برضو لو لو مثل هامل ضيف شرف او حاجة بيكونش موجود قوي بقى في العروض الخاصة بتاعت الفيلم وفي ترويج الفيلم. بس انا عشان انا احس ان انا واحد من الكاست قوي فكت حريس ان انا اروج معهم الفيلم واكون موجود في كل حاجة. انهم يعني حسن انهم عيلتي في الاخر او الفيلم بتاعي. لو هنتكلم عن الغنب. لو خيروك ما بين ان انت يتمثل طول حياتك يتغني طول حياتك. اختار حاجة واحدة منهم. تختار ايه? امثل فيلم واغني فيه. لا اختار حاجة واحدة انت كذا بتخم. لا اصلا بالنسبة لي الموضوع كله انترتيمنت يعني انا انا عايزة بقى انترتينر اكتر يعني امثل واغني وارقص واتشألب ده. اكتر حاجة بتحبها. الحاجة اللي ما تقدرش ما تعملهاش الغنى ولا التمثيل. انا بمثل اني باغني. انا مش مطر بقى فكرة ولا يعني انا مش كريري. ايه فاهمك. التمثيل هو كريري. بس انا بحب بغني جدا. الغنى هو اللي انا بستمتعة وانا بها فن يعني. بستمتعة وانا بحاجة بحبها جدا. طيب ايه اكتر اغانية تعملتها وحبتها? من الاغاني بقى اللي تعرفت وتشاهد. اه في اغانية لسه بنزلتش اسمها سيبك من كلام الناس. دي لسه بنزلتش. اه دي بحبها جدا انها بتعبر عني بقى يعني كاتبها انا وآآ. انا خيست اسمها عميك مش عارفة انا ايه. انا ايه هي بتتكلم عني بالزبط يعني. بتقولك كسيبة 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 كم كلام الناس. قاله ولا عدو ده ما يشغلناش. انا بتوع السعادة واللي جاي احنا بنعملش حساب في الدنيا يا با غير لله. فهي بتعبر عني بالزبط. حلوة جدا. دي هتنزل لسه جزيلا. اه. قاتلك الفكرة ازاي ان انت تجيب تجمع بقى كل الفنانات دول. الحلوين دول. تجمعهم في اغنية كده عشان ايه. اتوصب بيها البنت. والله دائما بادور على طريقة جديدة ان انا ادلع بيها البنت اللي بحبها يعني من ناحيتي يعني. لو انا دلوقتي باجا اكتب اغنية وبفكر في مشروع اغنية مع معي ناس برد تكتب معي بصراحة وتتالف معي وبتبدأ معي وبساعدوني. بحاول دائما افكر في طريقة جديدة اقولها بيها بحبك. اعمالك جميل الالبوم عندي كزا اغنية غير سيبك. اعم عندي اربعة اخمس اغنية تانيين ان شاء الله. سمجلهم شوية يعني عشان. ايفا باردو اخد حقا. تاخد حقا. سبت ايفا باردو ايابت معي. طوا. اه وبعدر ان شاء الله مسلسل باردو مع أسان نصار. كون التوفيق في مسلسلاتك الجديدة ان شاء الله كسار الدنيا كنت مسته جدا جدا معيك النهاردة. والله بجد انا المبسوط جدا انه متشرف معاكي في البرنامج. شكرا على استضافتي ببرنامج جميل ده. وبقدم التحية الى هون تيفي والبرنامج هون سات مبروك برنامج جديد. الله يبارك. رب وشي بحلو عليكو يعني. وشك حلو جدا علينا وبشكرك جدا. شكرا جدا. باي باي. باي. باي احسن رسيب. فاقرة ووتشت النهاردة ارشح لكم مسلسل جديد تتفرجوا عليه في الويك اند موجود على منصة ووتشت وهو مسلسل العودة. المسلسل من نوعية الدراما التشويقية وبيحكي عن آدم سلطان اللي بيرجع لبلده اللقصر بعد غياب سنين كتير وبيدور على اخوه اللي اختفى في ظروف غمضة. بيكتشف بعد كده آدم ان سبب اختفاء اخوه هو منجم دهب. مسلسل لطيف جدا من بطولة شريف سلامة حمزة العالي ترعماد ووليد فواز عصام السقه ومن تأليف امين جمال واخراج احمد حسن. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة يا رب تكون الحلقة عجبتكم. استنونا في الحلقة الجاية من Onside and have a nice weekend. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة